اشتغلنا على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت لتلاتة واربعة من عشرة تريليون جنيه شبكة المية احنا كنا بنتكلم على تغطية صحيح 97 في المية واند النهاردة وصلنا لحوالي 99 في المية لكن ال 97 في المية دي كانت تغطية يعني عايزة اقول ان بيبقى اقال منطقة بنقول انها متوصل لها شبكات لكن هو المية بتوصل لها ولا لا ده موضوع تاني النهاردة احنا وصلنا لحوالي 99 في المية من مصر فيها مشروعات مية كل محطات المية التي عملت في مصر على كل حد التحدي الاكبر كان الصرف الصحي احنا كتنسبة التغطية كلها 50 في المية في 2014 النهاردة 67 في المية الريف كان 12 في المية فقط النهاردة 43 في المية وان شاء الله مع نهاية مشروع حياة كريمة هنبقى غطينا 100 في المية من الصرف الصحي لمصر كلها بمحطات عملاقة الدولة انفقت فيها مئات المليارات تحدي المية وكلنا عارفينه اتوسعنا في نوضوع التحلية احنا كان في 2014 كل الطاقة الانتاجية اللي بتنتج في مصر 80 ألف متر مكعب في اليوم النهاردة احنا مليون و 200 ألف فقط في 9 سنين زودنا عشرات يعني 12 أو 13 ضعف كل ده علشان احنا عندنا رؤية واضحة ازاي اي تنمية لازم محتاجة مية والمناطق النهاردة اللي بنشتغل عليها وكل منطقة حيبقالها ازاي مواردها الكهرباء والطاقة اللي اتعمل في مقطاع الكهرباء واحد وثمانية من عشرة تريليون جنيه عشان فعلا نبني قدرات حقيقية وبنية أساسية لشبكة كهرباء تخدم لثلاثين سنة قدام والنهاردة فعلا رفعنا قدراتنا لوصلنا النهاردة الى حوالي تسعة وخمسين ألف ميجا واط بكل المشروعات اللي موجودة النهاردة ونفذتها الدولة المصرية انا عايز بس اقول لان يعني مش عايزين تاني الازمة اللي حصلت بصورة سيثنائية ومؤقتة على مدار اسبوع او اسبوعين او شهرين اللي فاتوا ينسونا احنا كنا فيه لان ده جزء من الازمة العالمية اللي العالم كله بيكتوب نارها النهاردة لكن هنا احنا بنتكلم على بنية حقيقية بنتها دولة عشان نبقى فعلا عندنا القدرة لانتاج وتوليد كهرباء بكل شيء وشغلين على اهم شيء ان لازم يكون عندنا تنوع لمصادر الطاقة احنا نعي تماما ان ماينفعش ان احنا نفضل نعتمد على مصادر الطاقة التقليدية فبنشتغل على الهايدروجين الاخضر على الطاقة الجديدة والمتجددة وعندنا النهاردة الخطة الواضحة اللي بننفذها لغاية عشرين تلاتين ان نصل الى ان اتنين واربعين في المية من اجمال الطاقة المولدة في مصر تبقى طاقة جديدة ومتجددة كلام ده مش مجرد كلام بخطة تنفيذية بمئات المليارات اللي بتتصرف على هذا الموضوع ويمكن حضراتكم عارفين المشاريع ومش محتاج ان انا اكررها ومعالي الوزر زمايلي حيبقوا بيعرضوها فقطاع البترول والطاقة والبتجاز دي كانت صورنا مرة اخرى الفين واربع تاشر والنهاردة عندنا الحمد لله البنية الاساسية الكبيرة واللي بتخلينا النهاردة بنشتغل على ان مصر تبقى مركز اقليمي حقيقي لتجارة وتداول البترول والغاز على مستوى كل شيء من خلال بنية اساسية مش كلام بنية اساسية ومشروعات بتحقق هذا الكلام الحمد لله توسعنا بصورة كبيرة جدا وان شاء الله يعني باذن الله هنكون السنة القادمة هنكون قادرين على انتاج كل المنتجات البترولية يعني ايه يبقى مفيش بنزين او سولار بيبقى موجود في مصر غير ما يكون منتج في مصر هنظل نستورد الزيت الخام لكن يكرر ويتعامل هنا في مصر بدل ما كنت بستورد كمان البنزين والسولار بنوصل الغاز الطبيعي للمنازل عشان اقل الاستيراد البتجاز وصلنا الى تمانية واثنين من عشرة مليون وحدة سكنية اتوصل لهم غاز طبيعي في هذه الفترة بتكلفة وصلت لقرب الاربعين مليار جنيه الاتصالات وهذا قطاع واعد جداً وحطينه النهاردة على خريطة واجندة مصر ان احنا كيف يحصل فيه طفرة كبيرة وبنستخدمه مش فقط لخلق فرص عمل بالرغم ان هو من اكبر قطاعات الوعيدة لخلق فرص العمل النهاردة واقل لها كلفة ولكن الاهم ان هو بنتستخدمه لتحديث حوكمة وادارة الدولة المصرية من خلال النهاردة الخدمات الحكومية اللي بقيت تقدم الكترونياً منظومات رقمية ابتدت تتحط كارت الفلاح التأمين الصحي الشامل وايضاً الحوكيع الالكتروني اللي النهاردة بنتوسع فيه في كل شيء نهاردة احنا بنتحول ويبقى شكل الخدمات بتاعتنا بهذا الشكل انا حابب احط هذه الصورة ايضاً قبل عملية التطوير كانت بتبقى اماكن السجل المدني واماكن الشهر العقاري واماكن مكاتب البريد بتاعتنا والنهاردة ازاي ان احنا بنسعى ان هو ده اللي يبقى مستوى الخدمات اللي موجودة ده شكل يعني انا يعني الصورة اعتقد واضحة تماماً ما بين شكل مكاتب البريد قبل وبعد كانت عاملة ازاي طب احنا لسه عندنا بعض الخدمات بهذا الشكل اه لسه ومحتاجين لسه نشتغل عندنا ما زال 3000 قرية في المراحل التانية والتالتة من حياة كريمة لازم نطور فيهم كل حاجة النهاردة مراكز الابداع وبننتقل لمستوى تعليم وازاي ان احنا نبقى فيه ابداع وان مصر تدخل الثورة الصناعية الرابعة وان يبقى عندنا مدارس وكليات على اعلى مستوى عالمي بتخلي وتؤهل الشباب المصري ان يكون قادر ان يشتغل في كل حتة في العالم ان يشتم مع الثورة